السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الفل ولياسمين ازايك يا حبيبة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنخلل مع بعض السمك السردين بطريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله تعجبكم يلا نسمي الله ونصلى على الرسول ونبدأ مع بعض ونشوف هنخلل السمك ازاي اول حاجة بعملها باجيب السمك وابدأ كده حطه فيه طبق كده كده كبير وابدأ اخسل السمك زي ما انت شايفة كده بخسل السمكية سمكية على مية جارية كده اهو وكل واحدة اخسلها انا طبعا ولا بفتحه من بطنه ولا بخسل الخناشين بتاعته ولا اي حاجة زي ما هو كده مقفول وبروح جاية غسله واحدة واحدة كده بخسلها بالطريقة دي وطبعا مجهزة جنبية المصفة وحطه تحتيه طبق كبير عشان خاطر ايه يصفي فيه هروح جاية حطه في المصفة كده وانا بخسل ده طبعا السبك البلدي زي ما انت شايفة كده السردينة البلدي اللي راسها حمره زي ما انت شايفة كده جميلة جدا بسم الله ما شاء الله وطعمها حلوة قوي وفي ناس كتيرة قوي بتعملها صنية بتبقى صنية السمك سردين كده تحفة وفي التخليل بتاعها بتبقى جميلة جدا وطرية وزي الزبدة تمام كده كده غسلته خلاص وحطته في المصفة بالشكل ده هسيبه بقى يصفة خالص لمدة كده ايه ساعتين عشان بقاش فيه ميا خالص كده ويبقى ناشف وبعد الساعتين بقى نبدأ ونخلله مع بعض هسيبه عادي خالص ممكن تحطيه في التلاجة ممكن تحطيه بره التلاجة عادي خاص مش هتفرق هو قدام ما شاء الله عليه صابح كده زي ما انت شايفه وما شاء الله عليه زي الفل كده مش هحصل له اي حاجة لو سبتيه بره التلاجة ساعتين هنبدأ بعد كده بقى مصفنه لمدة ساعتين هنجيب بقى الشطة والملح هحط اول هاكس كبير كده ملح وهحط عليه كمية الشطة الشطة طبعا حسب الرغبة زي ما انت عايزة وممكن ما تحطيه الشطة خالص ممكن تخليليه بالملح بس وارح جاي مقليه بقى الشطة مع الملح كده بالشكل ده واجيب بقى الطبق ولا العلبة ولا ايه اللي انا هعمل فيه انا معاي اهو طبق اهو هخلل فيه الطبق طبعا غسله ومن الشفاء كويس جدا فوش اي مياه وكمان معاي الكيس برضو ناشف خالصه هو معتما انت شايفه ونضيف هرح جاي ملبي ساكده في العلبة بتاعتنا العلبة دي علبة جبنة كانت موجودة عندي قولت اخلل فيها وبعد كده رح جاي حطة في الارضية ايه ملح كده اهو بالشكل ده تمام كده زي ما قلتلك عايزة ملح على شطة تمام عايزة ملح بس اللي انت عايزة براحتك خالص ما فيهاش اي مشكلة لموضوع ده وبعد كده حجاي رصة السمك كده بالشكل ده اهو جنب بعضيهم كده اهو جنب بعضيهم تمام بس كده واروح الجاي برضو حطة تاني على الوش ملح واغطي بالملح تمام ملح كده ايه وانت بتحط بيني الطبقات اهو هتشوفي كده انا بحط ازاي اهو رش رشة بس كده واروح جاي حطة الدور التاني عكس الايه عكس السمك تمام يعني حطيت الراس النحية دي احطت الراس النحية التانية راس السمك ايه في الدور التاني لازم تحطيهم عكس بعض بصي والمرا دي بقى هعمل ايه هرح جاي حطها كده برضه عكسهم برضو كده بدل ما هما كانوا بالطول انا حطيت بالعرض الحركة دي حلوة قوي تخلي السمك معاك يتخلي الكله كده ويبقى طعمه باسم الله ما شاء الله وتلاقيه زي الزبدة معاك اهو بطريقة سهلة فيه ناس كتيرة اهو بتحط بقى ايه كرافس وفيه ناس بتحط بيني الطبقات المون اه كل دي حاجات اضافية اللي انت عايز حطيها حطيها عادي ياس مش بتفرق يعني ولا في طعم ولا في اي حاجة خالص عايزة تحط طبقات كده لمون تقطع عشرايح كده وتحطيها تمام مش عايزة خلاص كده اني اصلا السمك ده ما بيستحملش يعني كده تحط ايه عصير عصير لمون ولا تحط خلل ولا الكلام ده هيتهري منك خالص وهيبقى مش حلو معاك فلو عايز قطع عشرايح لمون كده تمام مش عايزة وعايزة بس تكتفي بالملح كده زيه هيتلع معاك بسم الله ما شاء الله وان شاء الله اهو ازبان شايفة كده كل طبقة واحجيه حطاها عكس السمك اللي كان تحتيه اهو بصي اهو عكس كده ما بحطهمش فوق بعضيهم على طول بالزبط كده لأ حطهم عكس بعض وارش عليهم رشة ملح كده سهلة جدا اهو فاش اي حاجة هم حاجة بس تكوني منشفة السمك كويس جدا مفهوش مية عشان خاطر ايه ما يبوضش منك السمك ويعفن منك ولا اي حاجة لا يبقى ناشف كده معاك وزي الفل اخير الطبقة كده معانا وارش عليها ملح كويس جدا بقى اخر طبقة وبرده لو عايزة تحطي نص كباية الزيت على الوش كده تمام الزيت بيديه لمعة بيدي السمكة لمعة كده بس ماشاء الله السمك أصلا ماشاء الله عليه صابح وبيلمع وزي الفل مش محتاج اي حاجة تانية هو الملح بس كده وخلاص ويتلع معاك زي الفل رحت طبعا قفلك كيس كويس جدا وطلعت منه الهواء لازم اطلع منه الهواء وبعد كده رح جاي مغطيه ولبسته كيس تاني اهو بالشكل ده تمام كده وقفلها كويس وهسيبه بقى لمدة بقى خمستاشر يوم عشرين يوم وبعد كده نفتح عليه قبل كده اوعد يفتح عليه خالص خليه زي ما هو كده بقفلته لغاية خمستاشر يوم عشرين يوم وتاكل منه بيبقى زي الزبدة بيبقى بسم الله ماشاء الله